الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد أركان التوحيد أركان التوحيد التي جعلتها عنوانا للشأن الثاني إنها أركان توحيدنا نحن فلن أكون موحدا من دون أن تجتمع هذه الأركان في عقيدتي لا تتوقعوا مني أن أحدثكم عن التوحيد كما هو في كتب مراجع حوزة النجف لا شأن لي بتوحيدهم بل إنني أعتقد أن عقيدة توحيدهم عقيدة ضلال بالمطلق فهم لا يفقهون عقيدة التوحيد وفقا لثقافة العترة الطاهرة تقبلون كلامي ترفضون كلامي تصدقونه تكذبونه تستهزئون به تعظمونه لا أبالي صدقوني لا أبالي لأنني في مقام أداء وظيفتي وليس من وظيفتي أن أرتب أثرا على مواقفكم هل تقبلون كلامي هل ترفضون كلامي تلك مشكلتكم بالنسبة لي الصورة واضحة جدا ولا أحتاج إلى تأييد من أحد أو إلى موافقة ولا أعبأ بتنديد من أحد أو برفض ومخالفة الأمر عندي سواء لأنني ناظر إلى حدود وظيفتي ولا أتجاوز هذه الحدود حدود وظيفتي أن أصدع بالحق بحسب ما أعتقد فلا تتوقعوا مني أن أحدثكم عن التوحيد الذي ذكره مراجع النجفي في كتبهم العقائدية ولا تتوقعوا مني أيضا أن أحدثكم عن التوحيد الذي يحدثكم عنه العرفانيون في الوسط الشيعي فإنني لا أعبأ بما يقولون مع معرفتي الدقيقة بما يقولون لا شأن لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء ولا بغيرهم أحدثكم من ثقافة العترة الطاهرة فقط بحسب قانون الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور أعود إلى الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد أركان التوحيد إنها أركان عقيدتي وعقيدتكم إذا ما وافقتموني لكنني بالدرجة الأولى أتحدث عن أركان عقيدتي أما أنتم فعليكم أن تتفحصوا أن تتدبروا أن تتأكدوا من هذا الذي تسمعونه في هذا البرنامج قضية مهمة جدا لابد أن نعرف من أن عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل ليست كعقيدة التوحيد في مرحلة التأويل هؤلاء الذين يعتقدون أن التوحيد هو الله سيقولون كيف هل أن الله في مرحلة التنزيل هو غير الله في مرحلة التأويل أنا قلت لكم التوحيد ما هو الله التوحيد عقيدة وفكرة عن الله نأخذها من المعصوم ما بينا في مرحلة التنزيل من عقيدة التوحيد من عقيدة التوحيد بينا ركن واحد فقط الأركان الثلاثة المتبقية ما بينات في تلك المرحلة الذي بينا في مرحلة التنزيل هو بالضبط ما جاء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهناك نفي للأغيار وهناك إثبات وجود لله سبحانه وتعالى بكماله وجلاله هذا هو الذي بينا من عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل وهذا ركن واحد من أركان التوحيد ألا تلاحظون يا أيها الشيعة من أنكم حين تقرؤون عقيدة التوحيد في كتب مراجع الشيعة وحتى حينما يتحدثون عنها لا تجدون تفاعلا قلبيا فيما بينكم وبينما يذكروا عن عقيدة التوحيد في كتب علماء الكلام وفي كتب العقائد التي كتبها مراجع الشيعة لا شأن لي بالنواصب ولا شأن لي بالصوفية حالات الوجد والعشق والهيام عند الصوفية عند العرفانيين هذه أسبابها أمور أخرى لو كان الحديث عن مناقشة التصوف والعرفان لبصت القول في هذه المسائل وتحدثت عنها في برامج سابقة حديثي في أجوائنا الشيعية التي ترتبط بمراجع النجف فحينما تعودون إلى كتبهم العقائدية التي تحدثوا فيها عن التوحيد أو حينما يدرسون التوحيد بحسب المنهج الحوزوي النجفي فليس هناك من تفاعل وجداني وقلبي مع الذي يطرح لماذا لأن الذي يطرح هو ركن واحد من أركان التوحيد مع ملاحظات بخصوص فهمهم لهذا الركن أيضا ففي مرحلة التنزيل عرض ركن واحد وإن كان لذلك الركن من تأثير وجداني وقلبي عند المسلمين فبسبب رسول الله وبسبب سائر التعاليم والتفاصيل الدينية الأخرى ولأنه دين جديد ولأنها حياة عقائدية جديدة ولكل جديد لذ ولكل جديد بهجة وكل ذلك يهيمن عليه الوجود النوراني لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية مهمة جدا عليكم أن تعرف من أن عقيدة التوحيد التي بينت وعرضت في مرحلة التنزيل كانت بيانا لركن واحد من أركان التوحيد ولذا فإن تفسير القرآن من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينقله لنا أئمتنا وكان ذلك التفسير يشتمل على بيان معنى التوحيد في مرحلة التنزيل قطعا فإن من أهم الآيات التي تثير التساؤل في الكتاب الكريم هي آيات التوحيد فهي بحاجة إلى تفسير إلى بيان إلى توضيح وهذا وهذا كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله على أكمل وجه بحسب تلك المرحلة ما وصل إلينا ذلك التفسير لأنه كان مناسبا لمرحلة التنزيل ورسول الله نفسه اشترط علينا في بيعة الغدير في آخر أيام حياته بعد أن أكمل تفسير القرآن للمسلمين اشترط علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط وما أرجعنا ولا في آية واحدة إلى تفسيره الذي كان في مرحلة التنزيل لم يرجعنا إلى تفسير آية واحدة من تفسيره اشترط علينا أن نبايع علي بعد أن بايعناه صلى الله عليه وآله بيعة الغدير وأن يكون التفسير بتمامه وكماله من هذه الجهة من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا جاء تفسيرهم لبيان حقائق التوحيد من هنا قلت لكم من أن التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط بحسب مضمون بيعة الغدير أعتقد أن صورة بدأت تتضح شيئا فشيئا وبدأت المضامين في الصحائف المتقدمة تتماهى مع صحيفتنا الخامسة بدأت بدأت المطالب العقائدية تتسق اتساقا واضحا وتتناسق فيما بينها في خارطة محكمة متينة ستكون كاملة بين أيديكم حين أكمل صحائف عقيدتنا السليمة نذهب إلى فاصل أركان التوحيد التي لا بد من اجتماعها وتعاضدها وتواصلها فيما بينها في مكنون ضمائرنا وفي مخزون قلوبنا وفي فحوى عقيدتنا وفي طوايا أسرارنا وفي عمق تفكيرنا في عقولنا كي يتحقق معنى عقيدة التوحيد في ديننا أركان أركان التوحيد هذا سأعرضها بين أيديكم وفي حلقاتنا القادمة سأضع الأحاديث والأدعية الشريفة سأضع كلامهم بين أيديكم الركن الأول من أركان توحيدنا التوحيد فيما قبل الحقيقة المحمدية في هذا المستوى في هذا الأفق حيث الإشارة إليه في كلماتهم كان الله إنه الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته هو الأول الذي لا أول لأوليته وهو الآخر الذي لا آخر لآخريته إنه الله القديم كان الله ولم يكن معه شيء هذا هو الركن الأول من توحيدنا سنتحدث عن هذا الركن ما كان في مرحلة التنزيل من التوحيد أنا لا أتحدث عن خواص رسول الله خواص رسول الله كانوا على معرفة بأركان التوحيد إنني أتحدث عن الأمة بشكل عام وعن التوحيد الذي تبنته السقيفة بني ساعدة حيث حبست نفسها في مرحلة التنزيل وما أضافت إلى ذلك من تحريف وتخريف وحوزة النجف كذلك حبست نفسها في مرحلة التنزيل وما أضافت إلى ما وصلوا إليه في مرحلة تنزيلهم ما أضافوا إلى ذلك من تدليس وتلبيس التوحيد في هذا المستوى هو الركن الأول نحن لا نتحدث عن الله لا تنسوا لأنكم هكذا علمتم حينما يقال التوحيد يعني الله بينما التوحيد ليس الله التوحيد عقيدة فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط تذكروا هذه القضية التوحيد في ركنه الأول هو في هذا المستوى حينما يكون الحديث وتكون المعرفة ويكون الكلام في هذا الأفق كان الله ولم يكن معه شيء خطب التوحيد في نهج البلاغة تتحدث عن هذا الأفق في الأعم الأغلب وفي الوقت نفسه تفتح بوابة إلى الأفق الثاني لماذا فإن أمير المؤمنين قاتلهم على التأويل والأمة كانت متمسكة بالتنزيل فلابد أن يكون الخطاب برزخيا ما بين التنزيل والتأويل فأكثر خطب التوحيد تناولت هذا الركن من التوحيد لكنها تعمقت ذهبت إلى حيثيات بعيدة في ركن التوحيد هذا ليس كما كان المسلمون يتحدثون عن التوحيد لذا تجدون المخالفين يقولون من أن هذه الخطب ما هي من كلام أمير المؤمنين إنها من كلام الفلاسفة والمتعمقين في الفلسفة وفي العلوم العقلية العميقة هكذا يقولون النواصب أتباع سخيفة بني ساعد حينما يتحدثون عن خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة في التوحيد يقولون إنها بلسان الفلسفة العميقة وما كان علي يعرف الفلسفة ولا كان المسلمون يعرفون الفلسفة آنذاك يقيسون على ما عندهم من معلومات تتناسب مع عصر التنزيل أمير المؤمنين في خطبه تحدث عن عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل لكنه تعمق في حيثياتها وأبعادها وفتح أبوابا إلى أركان التوحيد الأخرى هذه المشاكل يعرفها مراجع النجف حينما يواجهون الكم الهائلة من أحاديث أهل البيت في عقيدة التوحيد لأنهم ركبوا عقولهم ضمن مرحلة التنزيل وما أدركوا مرحلة التأويل يقعون في حيص بيص ولذا يعرضون عن كثير من كلام الأمير في عقيدة التوحيد ويعرضون كذلك عن كثير من كلام أئمتنا وسيتضح لكم الأمر حينما أعرض لكم الأحاديث قطعا لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل التوضيح والشرح وعرض النماذج ستتضح لكم هذه القضية خصوصا الذين يشتغلون في مثل هذه الحقول العلمية والدينية إذن هذا الركن الأول الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا نحن التي نأخذها من المعصوم فقط التوحيد في هذا الأفق في هذا المستوى كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية ولذا ماذا قلت لكم قبل قليل حين بدأت الحديث عن الركن الأول التوحيد التوحيد فيما قبل الحقيقة المحمدية إنه التوحيد في هذا المستوى كان الله ولم يكن معه شيء لم تكن الحقيقة المحمدية إنها المخلوق الأول إنها عصادر الأول إنها المشيئة العظمى قولوا ما شئتم الركن الثاني التوحيد في هذا الأفق في أفق الحقيقة المحمدية الركن الثالث التوحيد بمستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد الذين هم أعظم مجال وأعظم مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى سأعرض لكم من أن هذه اللفظة هذا الاسم الله في ثقافة العترة الطاهرة يطلق على الذات القديمة بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه كل ذلك في أحاديثهم في رواياتهم التي هي في كتبنا التي هي في مصادرنا فأنا لا أنقل لكم من كتب الغلات ومن كتب النصيرية الضالة لا شأن لي بكل هؤلاء أنا أحدثكم من كتبنا من أحاديثنا فهذا العنوان الله يطلق على الذات القديمة ودلالته تناسب ذلك الإطلاق ويطلق على الحقيقة المحمدية ودلالته تناسب الحقيقة المحمدية المخلوقة ويطلق على الإمام المعصوم ودلالة اللفظ تكون مناسبة لمقام الإمام المعصوم الذي هو مجلا من مجال الحقيقة المحمدية التي هي مخلوقة فهذه الإطلاقات في الروايات وهي أساسا في القرآن فما في القرآن وما في الأحاديث الشريفة هو واحد وحقائق القرآن نأخذها من أحاديثهم بحسب بيعة الغدير فهذا الإطلاق إطلاق هذا العنوان على الذات القديمة التي كانت ولم يكن معها شيء وإطلاق هذا العنوان على الحقيقة المحمدية المخلوقة والتي بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء من سائر المخلوقات وإطلاقه على الإمام المعصوم الذي هو من أعظم المجال بل هم أعظم المجال وأعظم المظاهر للحقيقة المحمدية العظمة فهذا الإطلاق في كل مقام في كل مرتبة يكون بحسب ذلك المقام دائما أردد هاتين القاعدتين القاعدة الأولى قاعدة الحيثيات لا بد من المحافظة على الحيثيات لا بد من مراقبة خصوصيات كل حيثية بحسبها لو لا الحيثيات لبطلة الحكم والقاعدة الثانية قاعدة حفظ المقامات لا بد أن نحفظ لكل مقام حدوده وخصائصه وإلا إذا اختلطت المقامات ضاع كل شيء فلا من علم ولا من معرفة ولا من حكمة ولا من عقيدة ولا من هداية مطلقا المحافظة على خصوصيات الحيثيات والمحافظة على خصوصيات المقامات فإطلاق هذا العنوان في مستوى الركن الأول من أركان التوحيد بحسب ذلك المقام وكذلك إطلاق هذا العنوان في الركن الثاني من أركان التوحيد بحسب المقام وخصوصياته فيما يرتبط بالركن الثاني من أركان التوحيد وأتحدث عن الحقيقة المحمدية وكذا الأمر في الركن الثالث إذن الركن الأول من أركان التوحيد التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية ما قبل وجودها وخلقها كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت وكانت ولم يكن معها شيء من المخلوقات التي اشتقت من نورها فإن الله خلق المشيئة أولا خلقها بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة ويأتي كذلك الركن الثالث والركن الثالث هو مضمون عقيدتنا بمحمد وآل محمد التوحيد في هذا المستوى هذه الأركان الثلاثة التي يرمز لها الله محمد علي هذه رموز تحكي لنا عن هذه الأركان الثلاثة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبرنا عن أن الوجود طرا قد كتب عليه هذه الكلمات بتفصيل فصلته هذه الرواية وفصلته روايات كثيرة وتعرضت لهذه المضامين في العديد من برامج يمكنكم أن تعودوا إليها فهذه العناوين الله محمد علي حين تتلازم في ثقافة العترة تتلازم في القرآن المفسر بتفسيرهم تتلازم في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم وأحاديثهم ويجعلون منها ميزانا للتمييز بين المؤمن والكافر بين المهتد والضال بين الموحد والمشرك بين من هو من أهل الجنان ومن هو من أهل النيران هذه المطالب واضحة منتشرة بديهية من بديهيات ثقافة العترة في زياراتهم وفي أدعيتهم وفي رواياتهم الكثيرة والكثيرة والكثيرة إنها رموز تشير إلى أركان التوحيد الثلاثة سيأتينا الركن الرابع هي أركان والأركان في الإطلاق الأول تكون أربعة يمكن أن تكون ثلاثة ولكن في الإطلاق الأول لهذا العنوان أركان فإن الأركان أربعة الركن الرابع الركن الرابع هو تطبيق عقيدة التوحيد في حياتنا الشخصية على المستوى النظري وعلى المستوى العملي وهذا يظهر في أفعالنا في أقوالنا في عباداتنا في طقوسنا وفي سائر شؤون حياتنا الدينية أولا ودنيوية ثانيا فلا بد من أن يتماهى مضمون عقيدة التوحيد في شخصياتنا حين حدثتكم عن أركان التوحيد وعنونت الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد بأركان التوحيد إنما حدثتكم عن أركان عقيدتنا نحن في التوحيد أنا الإنسان أنا الشيعي لن أكون موحدا من دون اجتماعي هذه الأركان الأربع لن أكون موحدا أنا الإنسان أنا الشيعي ما لم تكن هذه الأركان الأربعة مجتمعة بتمامها وكمالها قطعا بحسبه كل بحسبه أن تكون مجتمعة وحاضرة في عقلي وفي قلبي وفي قولي وفي فعلي التوحيد في مستوى في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء التوحيد في أفق في مستوى الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت بعد أن وجدت وحيث كانت ولم يكن معها شيء التوحيد في أفق عقيدتنا بمحمد وآل محمد الاسم الأعظم المجلى الأعظم المظهر الأعظم للحقيقة المحمدية العظمى الركن الرابع تطبيق مضامين التوحيد التي تظهر في هذه الأركان الثلاثة تطبيقها نظريا وعمليا في عقولنا وفي قلوبنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا يمكنني أن أصفه بالتوحيد العملي الواقعي على المستوى الشخصي على مستوى أشخاصنا على مستوى أفرادنا الذين نقول نحن شيعة ونأخذ التوحيد من محمد وآل محمد الذي هو فكرة عقيدة عن الله سبحانه وتعالى نذهب إلى فاصل صلوات على إمام زماننا لقد وضع لنا الحقيقة الكاملة فيما جاءنا منه في دعاء شهر رجب إذا كان كتاب المفاتيح قريبا منكم أتمنى عليكم أن تفتحوا كتاب مفاتيح الجنان معي إذا كان قريبا منكم ومتوفرا لديكم إنها الأدعية التي تقرأ في كل يوم من شهر رجب وتحديدا هذا الدعاء الدعاء المركزي في أدعية شهر رجب بل في كل الأدعية الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هذا الدعاء الشريف الذي جاءنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا صلوات الله عليه يشتمل على هذه المضامين التي حدثتكم عنها من أول الدعاء إلى ما يقرب من وسطه فإن الحديث عن التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وكذلك في مستوى أفق الحقيقة المحمدية أنا بدأت معكم حين ذكرت لكم أركان التوحيد وهي أركان توحيدنا نحن نحن الشيعة الذين نأخذ توحيدنا من محمد وآل محمد ليس الذين يأخذون توحيدهم من علم الكلام ومن الطوسي وأشباه الطوسي بدأت بدأت مع التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية الدعاء هنا بدأ من أفق عقيدتنا بمحمد وآل محمد أتمنى عليكم أن تدققوا معي الموضوع حساس جدا وخطير جدا هذه عقيدة التوحيد ماذا نقرأ في الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك إنهم محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك إنهم مظاهر مشيئته والمشيئة هي الحقيقة المحمدية فالمشيئة مخلوقة أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك وصلنا إلى الأفق الثاني نحن نقرأ دعاء وحين أحدثكم عن أركان التوحيد في عقيدتنا فحينما فصلت فيما بينها لأجل التوضيح وإلا فهذه المقامات متواصلة متصلة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك قطعا هذا العنوان هنا هو غير العنوان الذي تحدثت عنه حين قلت أركان التوحيد إنني أنا الذي اخترت هذا العنوان لتفصيل عقيدتنا التي نعتقد بها على المستوى الشخصي أما أركان التوحيد هنا فالحديث عن الوجود كله هذا عنوان آخر فلا يلتبس الأمر عليكم أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا العنوان ينطبق أساسا وبالأصالة على الحقيقة المحمدية الأولى ثم يتجلى فيهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا المقام هو مقام الحقيقة المحمدية بالأصالة وهو مقامهم بالتفرع عن الحقيقة المحمدية فحينما يكونون هم الحقيقة المحمدية المقام هو هو ولكن حينما يكونون المجال فإن مقامهم هذا سيكون بالتفرع عن مقام الحقيقة المحمدية الذي هو بالأصالة بالنسبة لها أقرأ عليكم الدعاء من بدايته ستلاحظون بوضوح هناك حديث عن ركن التوحيد الثالث الذي حدثتكم عنه إنه التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وهناك حديث عن الركن الثاني من أركان التوحيد حينما يكون التوحيد بمستوى الحقيقة المحمدية وبما أنهم هم الإسم الأعظم صلوات الله عليهم للحقيقة المحمدية من هنا يأتي هذا التماهي وهذا التواصل فهم الحقيقة المحمدية من جهة وهم محمد وآل محمد من جهة أخرى تتجلى لنا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك هذا وجههم من جهتنا محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك هذا وجههم من جهة الحقيقة المحمدية التي نطقت فيهم بكل جمالها وجلالها أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبالأصالة الحقيقة المحمدية وبالتفرع هم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فتقها ورتقها بيدك ويده الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي وجه الله وهي يد الله وهي لسان الله فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهات ومنات وأذوات منات جمع لماني والماني هو المجاز لا أريد لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الكلمات لكنني أشرت إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة لأنني أعتقد أنكم لا تعرفون معناها أعضاد أعضاد وأشهات ومنات كما قلت منات هي جمع لماني والماني هو المجازي الذي يجازي بالخير ويجازي بالشر أيضا يجازي بالشر يجازي المحسن ويجازي المسي يجازيه بشره هو أعضاد وأشهات ومنات وأذوات وحفظة وروات فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك كل الذي تقدم الركن الثالث والركن الثاني عقيدتنا بمحمد وآل محمد أئمتنا وسادتنا التوحيد في هذا الأفق تستغربون من هذا ما نحن نروي عن إمامنا الرضا لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي مع ملاحظة أن الإمام الرضا حين ذكر الكلمة الأولى قال بشرطها وأنا شرطها بينما حين ذكر الكلمة الثانية ما قال بشرطها فهذا هو حقيقتها وهذا هو شرطها ومشروطها حين قال إمامنا الرضا لا إله إلا الله الله يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أعقبها بشرطها وأنا شرطها وفي نسخة أخرى بشروطها أو بشرطها وشروطها وأنا من شروطها الشروط البقية إنهم أئمتنا في سلسلة الأئمة الأربعة عشر وأنا من شروطها فأنا شرط أنا إمام من تلك السلسلة لا أجد وقتا كي أقف عند هذين الحديثين لكنني أعتقد أن التطابق واضح فيهما لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولا تنسوا فإن الكلمة الأولى جاءت مشروطة والثانية ما هي بمشروطة بحسب ما جاء مرويا عن إمامنا الضامن والثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر إنه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد حدث بهذه الكلمات جموعا كثيرة من رواة الحديث حينما مر في طريقه إلى طوس بمدينة نيشابور القصة لها تفصيل المقام ليس منعقدا للحديث عنها فهذا المقطع من دعاء شهر رجب يشتمل على توحيدنا في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد في مستوى معرفتنا بهم في أفق الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي تفسير للركن الثالث من أركان توحيدنا إنه توحيدنا في مستوى عقيدتنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك هذا المقطع تناول الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية العظمى كما قلت لكم هذا المقام للحقيقة المحمدية بالعصالة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وذلك المقام في الحقيقة المحمدية يتجلى فيهم في محمد وآل محمد في الجهة التي نحن نتواصل معها وهذه جهة التوحيد فيهم ثم ماذا يقول الدعاء فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا هذا هو التوحيد من حيث نحن هذا الركن الرابع أما الركن الأول سيبدأ يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كن ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصية كل معدود وفاقد كل مفقود المفقود الإشارة إلى كل نقص وفاقد كل مفقود وفاقد كل نقص ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجوت يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم هذا هو الركن الأول من أركان التوحيد التي ذكرتها لكم بحسب التسلسل الذي ذكرته لكم بحسب التسلسل هنا جاء ركنا رابعا صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين قد تتساءلون من هم هؤلاء صل على محمد وآله فهذا العنوان واضح وعلى عبادك المنتجبين العباد المنتجبون هنا إنهم الأقرب إلى محمد وآل محمد من هم هؤلاء زينب الكبرى أبو الفضل العباس الحمزة أسد الله وأسد رسوله الطيار جعفر فاطمة المعصومة عبد العظيم الحسني رموز شخصت من قبلهم من قبل محمد وآل محمد قطعا الأمر لا ينحصر بهذه الأسماء هذه الأسماء ذكرتها توضيحا ومثالا وتبركا بعظمتها ولطفها وشرفها صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين هؤلاء وبشرك المحتجبين إنهم الأنبياء الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة فهم من أشياع محمد وآل محمد ومر علينا أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء يوم القيامة فمنازل الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة تأتي بعد منازل العباد المنتجبين لماذا وصفوا بهذا الوصف وبشرك المحتجبين إنهم محجوبون عن الله فمحمد وآل محمد الحجاب الأعظم نحن كلنا محجوبون عن الله وحتى العباد المنتجبون لكنهم ميزوا بمراتب ودرجات ففضلوا على البشر المحتجبين وإلا فإن العباد المنتجبين هم أيضا محجوبون بالحجاب الأعظم قطعا مراتب العباد المنتجبين تختلف عن مراتب البشر المحتجبين فمحمد وآل محمد هم الحجاب الأعظم هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل والبرنامج ما هو ببرنامج للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة لكنني أضطر في بعض الأحيان كي أقف عند بعض الكلمات التي أعتقد أنكم لا تعرفون معناها فلابد أن أتحدث عنها شيئا يسيرا لتوضيح معناها صلي على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين هذه من مراتب الملائكة وهي دون مراتب الملائكة المقربين إنهم صافون وحافون في مواطن العزي من عرشه سبحانه وتعالى مر علينا قبل قليل وبمواقع العزي من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك وأعظم مجال رحمته في العرش ولذا فإن الرحمانية تتجلى في أعظم صورها حين الاستواء على العرش الرحمان على العرش استوى فأعظم مجال رحمته في عرشه فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هذا الدعاء مشحون بالمضامين العجيبة والدقيقة والدقيقة جدا كل مضامينه منتشرة في الأدعية في الزيارات في الروايات فحينما تقرؤونه قد تجدونه مجموعة طلاسم لماذا لأن الثقافة الشعية بعيدة عن ثقافة أدعيتهم صلوات الله عليهم بعيدة عن ثقافة زياراتهم الثقافة الشعية هي ثقافة مراجع النجف وهؤلاء أبعد الناس عن ثقافة العترة الطاهرة وأجهل الناس بأدعيتهم وزياراتهم لماذا لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وجاءونا بمناهج سقيفة بني ساعد وقذروا لنا كل شيء هذا هو الذي حدث على أرض الواقع في أجوائنا الشيعية نذهب إلى فصل هذه المضامين صدقوني إذا ما تدبرتم في كل الأدعية ستجدونها واضحة وهذا يثبت لنا أن الأدعية التي عندنا قد صدرت من جهة واحدة وهندست بهندسة واحدة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على حوزة النجف تدبروا في الأدعية وتدبروا في الزيارات وتدبروا في أحاديث أئمتكم ستجدون هذه المضامين التي حدثتكم عنها بشكل إجمالي وموجز ومختصر بقي كلام كثير في هذا الدعاء أنا لا أدري ماذا سأصنع لهذا الوقت وأنا أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع خلاصة القول تقدم في الشأن في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد تقدم ذكر الأسس ذكر الأسس الذي ننطلق منه في أجواء عقيدة التوحيد تلك الأسس أولا محدودية محدودية الإنسان محدودية إدراكنا ثانيا لا يحق لنا أن نصف الله بموازيننا ثالثا نصف الله بحسب ما يصفه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه جئنا إلى الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد أركان التوحيد التوحيد في الأفق الأول الركن الأول الركن الأول من توحيدنا التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية ما فوق الحقيقة المحمدية في الأفق الذي يشار إليه في كلماتهم كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي هي مخلوقة التي هي حادثة خلقها خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت وكانت ولم يكن معها شيء فقد خلقها الله بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بها التوحيد في الركن الثالث من أركان التوحيد عقيدتنا بمحمد وآل محمد تذكروا لا إله إلا الله حصني وتذكروا أيضا ولاية علي بن أبي طالب حصني تذكروا ماذا تقرؤون في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو توحيدنا في مستوى عقيدتنا بأئمتنا وهذا هو الركن الثالث من أركان التوحيد أما الركن الرابع هو التطبيق النظري والعملي لمضامين التوحيد في الأركان الثلاثة المتقدمة على عقولنا على قلوبنا في أفعالنا في أقوالنا في عباداتنا في طقوسنا في كل شأن من شؤوننا بهذا تكتمل الأركان الأربعة للتوحيد العقيدة التي نعتقد بها لا تخلط بين هذا العنوان الذي ورد في هذا الدعاء أو في سائر الأدعية والزيارات من أنهم أركان التوحيد هذا له دلالته دلالة ترتبط بكل الوجود ما تحدثت عنه في الشأن الثاني من شؤوني عقيدة التوحيد ووضعت له هذا العنوان أركان التوحيد أتحدث عن أركان التوحيد في عقيدتنا نحن في عقيدة أنا أنا الإنسان أنا الشيعي أنا الذي أأخذ عقيدة التوحيد من المعصوم فقط وهذا هو الشيعي العارف بإمام زمانه معرفة عقيدة التوحيد هي جزء بل هي الجزء الأهم في معرفة إمام زماننا عرفتم الآن ما المراد من معرفة إمام الزمان عرفتم أو لا فأنا قلت لكم من أن معرفة إمام زماننا منظومة عقائدية تدخل كل أجزاء عقيدتنا فيها معرفة عقيدة التوحيد هي الجزء الأهم في معرفة إمام زماننا هو أصل الأصول ومنه نأخذ التوحيد ولكننا إذا أردنا أن نعرف إمام زماننا علينا أن نحيط علما بخارطة العقيدة السليمة هذه والتي لازلنا بصددها لم تكتمل حدود هذه الخارطة العقائدية إلى الآن ستكتمل قريبا إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل قبل أن أودعكم سأضرب لكم مثالا وهو مثال حسي والأمثلة الحسية مثل ما أقول دائما تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثير والأمثلة الحسية لا نستطيع أن نقيس عليها جميع الجهات وإنما نأخذ لقطة لأجل تقريب الفكرة الغيبية العميقة لأذهان المتلقين فالناس بطبيعة حياتهم ولطبيعة شؤونهم يستأنسون بالأمور الحسية بنحو أكثر وأكبر وأعظم مما يستأنسون بالأمور المعنوية الغيبية العقلية العميقة جدا لذا يحتاجون إلى الأمثلة الحسية القرآن نفسه حينما تحدث عن نور الله سبحانه وتعالى جاءنا بمثال حسي بمشكات ومصباح وزيت وهذا هو أعظم مثال في الكتاب الكريم لله ولنوره ولمحمد وآل محمد إذا أردنا أن نقيس عليه سيصبح المثال سببا لضلالنا لكننا يجب علينا أن نتعامل مع الأمثلة من الجهة التي قصدها ضارب المثل فإن الله حين ضرب المثل لنا قصد جهة معينة منها من هذا المثل فعلينا أن ننظر إلى الجهة المقصودة من قبل الذي ضرب المثل لا أن ننظر إلى بقية الجهات ونقوم بعملية مقايسة فإن الأمر سينقلب إلى ضلال كامل إلى خطأ كبير إلى طامة في العقيدة والمعاني الصحيحة سأضرب لكم مثالا أقرب لكم فكرة أركان التوحيد بخصوص عقيدتنا وهذا المثال ضربته سابقا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى البث المباشر البث المباشر نحن الآن في استوديو قناة القمر فهذا فهذا هو الأصل للذي تشاهدونه على شاشة التلفزيون أو على الأجهزة الألكترونية للذين يشاهدون البرنامج البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية بالنتيجة على الشاشات على اختلاف أنواعها الأصل هنا حقيقة ما تشاهدونه على شاشة التلفزيون هنا في استوديو قناة القمر هذا هو الأفق الأول الأفق الأول إذا أردنا أن نتحدث عن هذا البرنامج الأفق الأول هو هذا ما يجري في الاستوديو ويمكنني أن أقول من أن الذي يجري في الاستوديو جرى فيه ولم يجري في أي مكان آخر لا في شاشة التلفزيون ولا في غيرها فالذي جرى جرى في الاستوديو لا أريد أن أتوغل كثيرا في التفاصيل الأفق الأول إذا ما جعلنا البثة المباشرة عقيدة الأفق الأول أين يكون في استوديو قناة القمر أثناء البث المباشر الأفق الثاني الأفق الثاني هو في الأمواج الصادرة التي نبثها عبر أجهزتنا عبر أجهزة البث عندنا في قناة القمر وعبر الفضاء وعبر أجهزة الاستلام والإرسال عبر الشركة القمر الصناعي عبر المنظومة التي التي تنقل ما يجري في استوديو قناة القمر بشكل مباشر إلى أجهزة التلفزيون في بيوتكم حتى عبر الدش الخاص بكم فهو جزء من منظومة النقل والانتقال وعبر جهاز الرسيفر ما بين استوديو قناة القمر وما يجري فيه إلى شاشة التلفزيون هذا هو الأفق الثاني ما يخرج في شاشة التلفزيون في بيوتكم هذا هو الأفق الثالث الحالة التي عندكم في التفاعلي مع هذا البرنامج هذا هو الأفق الرابع هذا المثال يقرب لكم مراد من أركان عقيدة التوحيد الأربعة التوحيد في الأفق الذي كان الله ولم يكن معه شيء الأصل هناك لم تكن الحقيقة المحمدية موجودة موجودة لم يكن محمد وآل محمد موجودين لم نكن نحن موجودين كي نعتقد بعقيدة التوحيد كان الله ولم يكن معه شيء هذا هو الأفق الأول الركن الأول بعد ذلك جاء الركن الثاني الحقيقة المحمدية كانت ولم يكن معها شيء إنها الأمواج عبر الفضاء وعبر أجهزة الإرسال والاستلام ما قبل التلفزيون بعد ذلك يأتي الركن الثالث وهو التلفزيون إنه المجلى والمظهر مما تنقله الأمواج في الفضاء عبر أجهزة البث والإرسال والاستلام ومن التلفزيون ينتقل التأثير إلى المشاهد ذلك هو الركن الرابع من أركان التوحيد حيث التطبيق النظري والعملي لمضمون التوحيد في الأركان المتقدمة يظهر ذلك في عقولنا وقلوبنا ونوايانا ووجداننا وضمائرنا وفي أقوالنا وأفعالنا إلى بقية ما تم الحديث عنه أعتقد أن المثال يقرب من جهة قطعا يبعد من وجوه عديدة لكنني أأخذكم إلى الجهة المقربة فأنتم تتفاعلون بنحو يتناسب مع مضمون البرنامج قطعا البرنامج ليس هو الذي ينتقل إلى عقولكم وقلوبكم وإنما ينتقل تأثيره مضمونه بالضبط نحن حينما نضع أيدينا على الثلج ونشعر بالبرودة فإن الثلج من تقل إلى أيدينا وإنما انتقل أثر الثلج هذا الذي يقال له في الفلسفة الكيف المحسوس فهناك شيء انتقل إلى أيدينا بمقولة الكيف بكيفية ما هو مشابه إلى ما عليه الثلج هل هو ثلج ليس بثلج البرودة انتقلت إلى أيدينا نفس الشيء حينما نأكل السكر فهل الحلاوة التي نتحسسها بحواسنا بمذاقنا هي السكر السكر من خواصه الحلاوة أما الحلاوة فما هي بالسكر الحلاوة التي نتحسسها هي من آثار السكر الأثر الذي ينتقل إليكم هو من تأثير البرنامج وليس البرنامج فالبرنامج لم ينتقل إلى عقولكم وإلى قلوبكم ما يعبر عنه بالفلسفة بالكيف النفساني فالعلم له تأثير يقال له كيف النفساني كما يقال لأثر السكر على مذاقنا على وسائل الذوق عندنا كيف محسوس فانتقل الكيف النفساني إليكم عبر البرنامج الذي تشاهدونه في التلفزيون ولست أنا بلحمي وعظمي ودمي الذي يحدثكم في التلفزيون أنا وليس أنا والأمواج إنه إنه أنا ومن معي وهذه الأجهزة وهذا الكلام الحكاية تشابه هذا علاقتنا عبر عقيدتنا في عقولنا وقلوبنا بمحمد وآل محمد انتقلت إلينا من خلال ارتباطنا بهم من خلال حبنا من خلال إيماننا ومن خلال تعلمنا وبيعة الغدير هي التي أرادت ذلك ولذا من دون بيعة الغدير والالتزام بمضمونها فليس هناك لا من رسالة ولا من دين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته عرفتم الآن المرادة من معرفة إمام زماننا عرفتم الآن المرادة من عقيدة التوحيد ولو بشكل إجمالي لأنني ما أكملت كلامي في الصحيفة الخامسة لحد الآن عرفتم الآن مضمونة بيعة الغدير عرفتم الآن إصراري دائما على أن مراجع النجفي قد نقضوا وقد خانوا بيعة الغدير لماذا؟ عرفتم أو لا؟ أتمنى عليكم أن تعودوا مراراً وكراراً إلى هذه الحلقات خصوصاً الحلقات التي ترتبط بعقيدة التوحيد فما عندكم من عقيدة توحيد في الحقيقة هو ضلال وشرك وابتعاد عن عقيدة التوحيد التي طلب رسول الله من أمير المؤمنين بل أمره أن يقاتل عليها أن يقاتل القوم على التأويل فالتأويل هو هذا هذه مظاهره وهذه عقيدته ترجمة نانسي قنقر